السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد من قناة السيدين تعقيد. وان شاء الله النهاردة هنستكمل مراجعة الصف الرابع. آآ نزلنا العربي مراجعة كاملة. والانجلش مراجعة كاملة. والعلوم والدراسات. وان شاء الله النهاردة معنا مع الرياضيات. آآ طبعا الناس آآ مش حاسة بالمجهود اللي واحد بيعمله. بس الواحد رأفة تنبقى الأمور اللي بيشوفها على الجروبات. الناس بتشتكي من المنهج بطويل. فانا حبيت آآ آآ اختزل ده كله في فيديو واحد نصف ساعة او ساعة لتلت. الطفل او الطالب لو سمع الفيديو ده. هيعرف المنهج كله هيلمله المنهج كله سواء عربي. رجعت العربي كله في نصف ساعة تقريبا. وكمان حالة الانجلش. قلت له يحل ازاي ويعمل ازاي? والعلوم نفس الحكاية والدراسات لميتها كلها في نصف ساعة او ساعة لتلت. النهاردة مع الرياضيات. تمام? تب بتعمل ده ليه? طبعا انا عندي هنا في سنة رابعة بنتي. وحاسس بالناس. تمام? فطبعا التعليقات حدش بعلق خالص. ولا حد بيعلق ولا بيعمل للحاجات ديت. طبعا احنا مش هنعمل للناس بالمثل يعني. لكن هي الناس محتاجة فعلا. تمام? فانا بقدم المحتوى ده عشانه. زي ما انتو شايفين كده ادي تعليق مسلا جاء على القناة. بيقول لي شكرا يا مسلا للمجهودك. بارك الله فيك. وعاد اللايقات والاشتراك. صح مش كتير. بس ان شاء الله مع الوقت. هتبقى تريند اليوتيوب. بس يا ريت لو عند وقت تاخد مخطع الفيديو. تحطها على الشورتس. مناسة علاقة دي. ده هيشر اكتر. ده بالنسبة لمشاهدات. هتزيد بالتأكيد والناس هتعرف اكتر واحدة دك هتبدأ. تبدأ اكتر ما تعودنا. طبعا. ليه بتقول كده? بتقولها تبدأ اكتر الواحد لما لاي تفاعل ولائي في حد اه اه مهتم. بي اه الحمد لله بديت عليها مشاهدة كتير جدا. بس لما الواحد يكون في تفاعل بحس الناس الناس حاسها بالتعب والمجهود. تمام? بيجيب اخر ما عنده. اه انا طبعا الناس عارفنا شغال اولاين. وعند شغولي الحمد لله. ومكتفي. مش مش محتاج شهرة ولا محتاج اضيع وقت. لا. بس هي لا. الموضوع الرابع ده بالذات. انا حاول اسهل الموضوع. وفعلا بدون مبالغة الطفل لو شايف الفيديو او الملخص بتاع الفيديو. مش هيحتاج اي حاجة خالص. لانه مش هينفع اقول له يمسك الكتاب وذاكر بالاول تاني. مش هاسمها كده. انا اقيل في الفيديوهات كلها. اعمل ايه? وشارح الملخص كله كامل. وحل امتحانات. ويعمل ايه في الامتحانات? والناس اللي ما شايفتش الفيديوهات اللي قبل كده. او الملخصات. معك وقت لسه باقي قطر من اسبوع وعشرة ايام. انزل تحت في الوصف هتلاقي الروابط رابط فيديو العربي والانجلش والحساب والعلوم والدراسات والنهار ده الرياضة ان شاء الله. وبرضه المهارات المهنية والساينس هينزل ان شاء الله. اه خالي الايام اللي جاي بازن الله. تمام? فايرت فعلي يا جماعة عشان اه الواحد يحس انا كده كده هكمل. بس عشان الواحد يحس ان هو ايه? في تفاعل من ايه? من الناس. طيب. عشان ما نضيعش وقت. ندخل على الامتحانات الرياضيات. تمام? طبعا الامتحانات هتيجي من ايه? عندنا الواحدة السبعة والتمنة والتسعة. طيب. كتير جدا والمحاور كتير والدروس كتير. بص يا جماعة. الموضوع كله هيختزل في كده. القسمة المطولة. عندك قسمة بدون باقي. وقسمة دي باقي. تمام? عندك العملات الحسابية. اللي هو الضرب والجمع والطرح والقسمة. في مسألة واحدة. تمام? وده هنحل دلوقتي. وعندك كمان الجمع الكسور. وطرح الكسور. وازاي احول من عدد حقيقي. من كسر حقيقي لكسر غير حقيقي. او العكس. تمام? وازاي اطرح عدد صحيح من من كسر. تمام? ومسائل الكلامية. يا اما كسور يا اما قسمة مطولة. ادي الموضوع كله. تمام? هو اه دروس كتير اه بس هو المال هجيد كده. بتكلم كتير لكن الاخر بتلاقي حاجة واحدة بتكلم عنها. زي العلوم مثلا. بتكلم كتير جدا وهتلاقي في الاخر بتكلم عن ايه? عن التصادم والحركة. بس. تمام? طيب نبدأ ونحل الامتحان. تمام? وان شاء الله الامتحان ده بعد يحلو. مش هتحتاج اي مراجعة بازن الله. مش هتحتاج اي مراجعة بازن الله. طيب. نبدأ ان شاء الله. نكبر بس شويك عشان ايه? اول سؤال هنا بقول لي ضع صح او خطأ. تمام? بقول لي اربعين على الخمسة. سوى تمانية. المقسوم عليه هو التمانية صح ولا غلط? تمام? طيب. عشان نعرف الرقم الكبير ده ده اسمه المقسوم. تمام? ويه? الخمسة هي المقسوم عليه. ويه? العلق هي علامة القسمة. والتمانية هي ناتج القسمة. تمام? ما تسرعش. يبقى تمانية هي ناتج القسمة. الخمسة هي المقسوم عليه. هقول له ايه? هقول له غلط. تمام? هقول له غلط. حاول اجيب آآ 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 تمام. هقول له غلط. تمام. طيب. بعد كده يقول له هنا الآة وعشرين على الثلاثة يو سبعة. طبعا والبائي واحد. لأ طبعا. هنشوف. الآتين وعشرين على الثلاثة. مفيش اصل فجرد واتدرب حاجة اضربها في الثلاثة دينih點 والاشرين. ثم ايه لو ضربت الثلاثة الطلاتة في سبعة هيديه واحد وآتي وعشرين. يبقى البائي فعلا واحد. تحلي كده. تلاتة في سبعة بواحد وعشرين. فاضل الواحد يبقى البائي واحد وهو كلام صح. تمام? خمسة واربعين على خمسة فيها التسعة? تمام? اتأكد ازاي? هقول خمسة في تسعة بكام خمسة واربعين? يبقى ايه? راجل صح. تمام? ان الاسئلة دي عندك بعد ما خلص حل معك ترجح لها ايه? تاني. طيب هنا بقول لي التلاتة وتلاتين في تلاتة يسوي ستة وستين. صح يا ولا غلط? ما تقولش صح ولا غلط على طول. او تسرع تقول او تلاتة في تلاتة ستة? لا. هتقول ايه? تلاتة في تلاتة بتسعة. وتلاتة في تلاتين بتسعين. يبقى ايه? الاجابة خطأ. الواحد هو العنصر المحايد الضربي. فطبعا الواحد هو المحايد الايه? الضربي. ليه يعني ايه محايد? يعني واقف على الحياة. اي رقم ينضرب فيه? هيطلع زي ما هو خمسة في واحد بخمسة. مليون في واحد بايه? مليون. طيب. السؤال الثاني اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسات. عشرين على الخمسة زائد اتنين. هتسوي كم? طبعا احنا اخدنا في ترتيب العمليات الحسابية. الاولوية للضرب. وبعد كده القسمة. وبعد كده الجامع وبعد كده الطرح. عشان كنت تبقى يعد قدام برنامج العباقرة. وتحيل المسألة وتفاجأ ان انت حلق غلط ليه? لان هو في ترتيب العمليات وتاخدتها. يعني هعملية الاول? يعني هقسم. العشرين على الخمسة الاول. ما تقولش خمسة واتنين سبعة. وعشرين على السبعة لأ. ها? عشرين على الخمسة فيها. الخمسة. خمسة زائد اتنين كم? خمسة. اقو عشرين على الخمسة فيها? الا اربعة. اربعة زائد اتنين ستة والا اجابة ايه? ستة. تحل كده واحدة واحدة. طيب هنا بقول لي اربعة زائد عشرة على اتنين. طبعا انت هتعمل ايه هتقول اربعة وعشر اربعة وعشر على اتنين فهل سبعة? لا. احنا عندنا الاولويات. بنخلص القسمة الاول ها? القسمة اولى من الجمع. عشر على الاتنين فيها الكام فيها الخمسة. وارجع اجمع الخمسة على الاربعة. هيديني كام تسعة. ركز معايا. ما تقولش اربعة وعشرة. اربعة طوشرة على الاتنين فيها السبعة. لا. انا عنده اولوية. بقسم الاول. احنا خدنا في ترتيب العامات الحسابية في اول السنة. عشر على الاتنين في هالخمسة. زي اده اربعة تسعة. يبقى الاولوية المين? الاولوية القسم. نكمل. بعد كده يبقى نجابة هنا ايه? تسعة. دي. تمام? بعد كده مية وخمسين على الخمسة. طبعا انا عايز الا حسبة ومش حعرف احسب. بص كده. عندك صفر نزلوا. تمام? هنا. فاضل عندي ايه? هيبقى عندي خمستاشر على خمسة. هيفضل خمستاشر على الخمسة. فيها كم? فيها التلاتة. تلاتة وصفر جنبها يوص تلاتين. تمام? يبقى الايجابة ايه? الايجابة perd Marty. ما تحاول شيء. تلخبط نفسك. تاني. عندك صفر في القسم نزلو. صفر. اوه. بقت بنسالة سهلة جدا جدا جدا. بقت خمستاشر على الخمسة في هالكام التلاتة يبقى تلاتين لاجابة الايه? الاجابة الصحيح. نكمل. ستين على الستة في هالكام? برضو نزل الصفر. هم? ستة على ستة في هالواحد يبقى كام عشرة? يبقى احط هنا عشرة. مع باسم خمستاشر هدية. يريد توزيعها بالتساوي على تلاتة من اصدقائه. فان عدد الهدايا التي سيحصل عليها كل صديق. واحدة واحدة. لما يكون عندك سؤال زي كده. لازم تمسك الامك وتكتب المعطيات. تمسك الامك وتعلم على الخمستاشر وتمسك الامك وتعلم على التلاتة. يبقى دولي الطرفين اللي انا هعملهم. هبقى هعملهم القسمة? ولا هعملهم طرح? ولا جامعي ولا ايه? يبقى احنا عندنا تلاعب بالالفاظ. مع باسم خمستاشر توزيعها. توزيعها يبقى هيقسم. بوزع ازاي الاسم. يبقى خمستاشر على التلاتة. لازم اعمل المسألة. خمستاشر على التلاتة فهل ايه? فيها الخمسة. يبقى اللي ندخل على الورقة التالية. تمام? نكمل الانتحاد. نعمل زوم. كده كبير قوي. هاول لقلل شوية. ونخل اللي هي كويسة. طميمة. اجيب على سئلات ايه? صح ولا غلط? الكسر سبع على تسعة هو كسر حقيقي? السبع على تسعة هو كسر حقيقي? تمام? فيها. سبع على تسعة هو كسر حقيقي? يعني كسر حقيقي? الكسر الحقيقي هو اللي عدد. المقام الكسر بتاعه اصغر من ايه? من المقام. الكسر الحقيقي امتى عرف حقيقي امتى غير حقيقي? الكسر الحقيقي لازم البسط يكون اصغر من المقام. السبعة دي هي البسط والمقام هو الايه? هو التسعة. السبعة هي البسط والمقام هو التسعة. تمام? يبقى فعلا هنا البسطة اكبر من اصغر المقام بدا كسر حقيقي. بقول له ايه? صح? اجابتك صح. تمام? يبقى الكسر الحقيقي امتى? ها? لما يكون البسط اصغر من المقام. ده كسر. لكن لو المقام اكبر الكسر البسطة اكبر يبقى ده كسر غير حقيقي. طيب. نكمل. هنا بقول لي. ثلاثة اتنين على عشرة زي تلاتة على عشرة ساوي خمسة على عشرين. تمام? طيب. احنا عندي ده المقامات. لو عندي مليون مقام تحت باخد منهم واحدة بس. يعني ايه? يعني عشرة وعشرة وعشرة بختار منهم عشرة واحدة. لكن هو هنا جمع ايه? جمع المقامات. جمع عشرة وعشرة عشرين. فطبعا ده ايه? غلط. الايجاب الصح هتكون ايه? هتكون خمسة على عشرة. لما يكون عندك مقامات كتير في الجمع او طرح. خد منهم مقام واحدة اوماحد المقامات. تمام? السؤال اللي بعده. بقول لي ثلاثين على الخمسة زائد واحد يا هان. هه? تلاثين على الخمسة? اجمع الاول ولا ولا اأسم الاول? ااسم الاول. ترتيب الاولويات. ما تقولش خمسة وواحد ستة تلاتين على الستة لا. فيه حاجة اسمها اولويات. الدرد. بعضن القسم وبعدنا الجمع ودينا نطرح. طيب. تلاتين على الخمسة فهذا كام? ستة وواحد كام? سبعة. يبقى هو يجبته هناي غلط. تمام? لو كان طبعا لو انت حلتها حالتها notions. خمسة واحد ستة. وتلاتين على الستة فهل الخمسة يبقى انا حل صح? يبقى زائد تمانية على اتنين. تشايف المحتوى بتكلم عن مضعودها. لانه جاي في الامتحان جاي في الامتحان. ترتيب الاولوية. خمسة على التمانية. واكيدة على اتنين. هعمل ايه? طبعا انت طبيعيا هتقول خمسة وتمانية تلاتة واشرة اسمها على اتنين. لا. الاول هخلص الايه هنا? خلص القسم. القسم الاول. هقول تمانية على الاتنين فيها الكام? اربعة. هخلص دي الاول. وبعدين اربعة وخمسة كام? تسعة. نبقى الاجابة ايه? تسعة. حل الامتحان مع او افهم? صدقني مش تحتاج اي حاجة. وبعد كده هات الفيديو تاني. واكتب الاسئلة بخط ايدك في تراسة. وابدأ حلل الاسئلة دي. تمام? وراجع بعد كده مع الفيديو. وليت حل لكله صح? صدقني مش محتاج حاجة تاني بعد كده. صدقني مش محتاج حاجة. تمام? طيب ايه? عدد اذا قسمناه على تلاتة يكون الناتج خمسة والباقي اتنين. تاني. عدد اذا قسمناه على تلاتة يكون الناتج خمسة والباقي اتنين. طبعا انت محتاج هنا تفهم. هو عايز ايه? بقول لها عايزين عدد لو اسمته على التلاتة هيديني خمسة. يبقى هتعمل ايه? هتضرب التلاتة في خمسة. هيدك ايه? خمستاشر. تمام? طيب. وبقول لي والباقي اتنين وهاج مع الخمستاشر على اتنين يبقى كم سبع? تاشر. دي الطريقة الصح اللي تحل بها. تاني. عدد اذا قسمناه على التلاتة يكون الناتج خمستاشر. تلاتة قسمناه دا المكسوم عليه. الناتج الايه? الناتج القسمة. يبقى انت محتاج مين محتاج للمكسوم? يبقى هتجيبه ازاي? هتضرب الايه? الطرفين اللي في بعض خمسة فتاة بخمستاشر. وتحط اتنين عليهم اتنين يبقى كام? سبعتاشر. العنصر المحايد الجامعي وجاي في الامتحان. العنصر المحايد الجامعي هو الصفر. والعنصر المحايد الضربي هو الواحد. تمام? الجامع هو مين الصفر? لازم اه 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 جاي في المتحان جاي. السؤال الثالث. ضع صح ولا خطأ? تمام? احنا بقول لي اه عفوا اكبر من او اصغر من او ساوي. بقول لي الخامسة على السبعة اكبر ولا الاتنين على السبعة? تمام? احنا عندنا قاعدة بتقول اذا تساوي المقامات. ده مقام ده مقام. فالبسط. فالكسر صحب المقام. البسط الاجبر هو الكسر الاقر. تاني. اذا تساوي المقامين. يعني هنا سبعة وهنا سبعة فالبسط فالكسر اللي بسطه أكبر هو الأكبر يبقى الخمسة هنا هي اللي أكبر يبقى حط هنا ايه أكبر منه طيب نكمل خمسة على اتناشر ولا خمسة على التمانية طيب هنا عكس وعند قاعدة بتقول لازم تحفظها إذا تساوي البسطان البسط ده بساوي البسط ده فالكسر صاحب المقام الأصغر هو الأكبر طبعا هتقول ليه هتقول لي الاتناشر أكبر من التمانين لا طبعا ليه لما يكون البسط هو اللي متساوي يبقى الصغير هيبقى يكون هو الكبير. يبقى الخمسة على التمانية هي اللي ايه? هي اللي اكبر. لكن فوق لا العكس. لما يكون المقام متساوي يبقى الخمسة هي اللي ايه? لا. طيب. هنا بقول لي الواحد اكبر ولا العشرة على العشرة? العشرة على العشرة فها كام? لازم يكون عندك لما تجي تكارن مسألتين ببعض او طرفين لازم تخلي تخلي لتنزل ببعض. ده كسر وده عادة حقيقي. عادة صحيح. تمام? يتحول ده لده يتحول ده لده. عشرة على عشرة فها الكام الواحد واحد 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 او واحد اه هي هي اه نفس الايه? القيمة يبقى يساوي. اللي بعد كده. نعمل زوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقول لي. ضع علامة صح و علامة خطأ. الكسر عشرة على عشرة يساوي واحد. لسا ايه الوقت طبعا صح? لان عشرة عشرة فها الواحد. الكسر سبعة على تسعة. الكسر غير حقيقي. طبعا خطأ. ليه? لان احنا قلنا الكسر الحقيقي غير الحقيقي البسط اقل من مقام. طبعا ده كسر الحقيقي طبعا مش اي كله. طيب. نكمل. هنا بقول لي المسألة دي واحد نقص واحد على سبعة زائد اتنين على سبعة يساوي اربعة على سبعة تاني واحد نقص واحد على سبعة. زائد اتنين على سبعة طبعا تشاهفهم الكل large. احنا قلنا ايه? احنا قلنا لما نيجي شايفível فيه اكتر من عملية في مسألة واحدة الاولوية المين برد كسمة جمع طرح انا ما عندنش نغير جمع وطرح طمم يبقى هجمع الاول يبقى سبع وسبعين هسبت المقام سبعة وفوق واحد واثنين تلاتة يبقى تلاتة على سبعة تلاتة على سبعة لما شيل من التلاتة على سبعة واحد لما شيل من التلاتة على سبعة واحد تلاتة على سبعة التلاتة فضل الله كام عشان تكون سبعة فضل هاربعة. يبقى فعلا اربعة على سبعة. فعلا اربعة سبعة. طبعا اتأكد حل صح ازاي? اتأكد حل صح. التلاتة على سبعة. لو جمعتها على اربعة على سبعة. هيديني سبعة على سبعة. هيديني واحد صحيح. تمام? واضحة المشيطحة? قولها تاني. انا محتاج هنا صبورة عشان. اشرح عليها. اجيبها ازاي? اجيبها ازاي? دي واحدة في جماعة انتو عمل الكسور ازاينا? نعمل الكسور ازاينا? عشان عشان نعمل زوم مش جاية. طيب هقول تاني هقول تاني. بص معا كده. انت تجمع الاول واحد والتنين تلاتة. يبقى دول كده مع بعض. تلاتة على كام? على سبعة. تمام? تلاتة على سبعة. واحد لما شد من تلاتة على سبعة. التلاتة اللي فوق دي فضلها كام عشان تبقى سبعة فضلها اربعة. يبقى اربعة على سبعة. تمام? يبقى هو حل صح. اتأكد ازاي لو حالت اربعة لو جمعت اربعة على سبعة مع تلاتة على سبعة دي هدينا واحد صحيح. نكمل محتاج لقلم بس عشان اعمل زوم بس القلم مش شغال مع الموس طيب هنا تلاتين على اربعة زائد خمسة تلاتين على الخمسة زائد اربعة يساوي كم نفس الحكاية هتقسم بعكاة تجمع الاولويات تلاتين على الخمسة فيها كم ستة زائد اربعة كم عشرة يبقى الحل هنا ايه عشرة انت تعودت على السؤال ده تمام خمسة زائد تمانية على اتنين هعمل ايه الاول هقسم الاول تمانية على اتنين فيها الكام اربعة وخمسة تسعة. ان شاء الله الحل ده او الانتحان ده ان شاء الله مش هتحتاج حاجة في الانتحان. طيب. هنا بقول لي خمسة في خمسة نقص اطناشر. اعمل ايه? هنا عندي ضرب. وعندي طرح. الطرح اخر عملية انا ايه? لها اولوية. اولوية هنا مين? دي الضرب. خمسة في خمسة? خمسة وعشرين. هطرح خمسة وعشرين. نقص اطناشر. هدني كم? تلاتة عشر. سهلة جدا. صح او خطأ. اكبر من او اصغر من. هنا بقول لي عشرة العشرة. والواحد حطيه يساوي. تمام? تحت خمسة على سبعة اكبر? ولا تنين على سبعة? لا. هنا خمسة على سبعة هلنها فوق قبل كده. طيب هنا البسط متساوي. يبقى تمانية. خمسة على تمانية هي الاجبر. الواحد اكبر وللربع? لا. طبعا اي كسر حقيقي الواحد هو اكبر ايه? اكبر مني. وبقى الواحد هو اللي ايه? اللي اكبر. بعد كده. نعمل زو. بسم الله الرحمة الرحمة. السؤال الثالثة. اكمل بقول لي خمسة عشر على التلاتة زائد اربعة زائد واحد. هتعمل ايه? هقسم الاول. خمسة عشر على التلاتة في هالكام? خمسة. واحد. خمسة واربعة. تسعة. تسعة واحد عشرة. هكتب هنا عشرة. طيب. احنا بقول لي تلتمية وخمسين على الخمسة. هنا ربي هعمل ده كله ازاي? قلت لك اعمل ايه? نزل الصفر. بالتالي اصبحت خمسة وتلاتين على الخمسة في هالكام? ايه اللي اضربه خمسة ديني خمسة وتلاتين? سبعة. يبقى هتبقى كام? سبعين. تمام? طيب. هنا بقول لي سبعة وعشرين على الخمسة. يسوي كام? والباقي كام? احل المسألة دي ازاي? بص عليك. طبعا انت ما عندكش سبعة وعشرين ما بتقبلش القسم على الخمسة. يعني ايه? ما فيش حاجة اضربها في الخمسة تديني سبعة وعشرين. طب هعمل ايه? هنزل تحت شوية. ستة وعشرين. برضو ما هيش حاجة اضربها في الخمسة يديني ستة وعشرين. طيب. هنزل كمان خطوة. كام? خمسة وعشرين. او الخمسة وعشرين بتقبل القسم على ايه? الخمسة. خمسة وعشرين على الخمسة فيها الخمسة. طيب انا انزلت كم خطوة? خمسة وعشرين. انزلت كم خطوة? خطوتين. واحد تنين اللي هما المطولة وأخدنا القسمة العادية وأخدنا القسمة باستخدام المستطيل طيب هنا بقول لي من خلال الرسم ده اعمل لي المعادل تمام انظر الشكل بكتب العادل النقص في نموزج هنا المسألة عنده 48 على 4 إلى 12 تمام يبقى ده المقسوم وده المقسوم عليه نتقل القسم بعمل ايه من خلال المستطيل بقسم بجيب ناتج الاربعين تمام بعمل لها مربع والتمانية بعمل لها مربع هو عامل لي واحدة الاربعين هو اللي هي ايه الاربع دي في العشرة دي اربعة في عشرة بكام باربعين تمام طيب فضل لي كام التمانية طيب التمانية حضربها حضرب الاربعة في اتنين حديني تمانية فهكتب هنا كام تمانية عشان اجمع تمانية على اربعين وتمانية واربعين تاني انت محتاج الناتج ده او المقسوم عليه يتوزع هنا هو جيب لي منه اربعين اهو اربعة في عشرة باربعين تاني مش مع السهم اربعة فعشة باربعين طيب وبعدين اربعة دي في الاتنين دي سوى ايه تمانية فعلا لو جمعت اربعة اربعين تمانية تمانية واربعين تمام وقادي الاربعة دي اهيه المخصوم عليه ولو جمعت العشرة على الاتنين هاتين اتناشر اللي هو ناتج الايه القسمة فانا لازم اتأكد في الاخر من ده طيب صل من العمود الف ما ينسل من العمود بيقول لي سبعة نقص اتنين زائد خمسة طبعا هعمل ايه حلها الاول punishment طيب هتعمل ايه? سبعة نقص اتنين اطرخ الاول ولا اجمع الاول؟ هاجمع الاول خمسة زائد خمسة زائد اتنين كم? سبعة سبعة نقص ترح الاول او واتراح الاول. تمام سبعة نقص اتنين كم? اتنين خمسة. خمسة زائد خمسة. عشرة. فترحنا عندي يا جامع الاول. القدوم ايه حاها غلط يا جمع تمام? هيي يهي مفروض بكون ناتج صفر. تمام ما فرضه يقول ناتج صفر لان الاولوية عندي للجمع اجمع الاول يعني ما فرضه اقول اتنين وخمسة سبعة اقول سبعة انا سبع صفر لكن هو شكله كده غلطان في مسألة دي تمام تمام يبقى دي صفر مش عشرة طيب تلاتة زائد تلاتة في اتنين هعمل ايه هضرب الاول تلاتة في اتنين بستة ستة وتلاتة تسعة هكتب هنا ايه تسعة طيب تلاتة زائد خمسة وعشرين على خمسة برضو هعمل ايه? هأسم الاول. خمسة وعشرين على الخمسة فيها. الخمسة زائد ثلاثة تمانية. تمام? يبقى الاولويزة متلاك. ضرب قسمة جامع طرح. المسألة دي فيها ايه? فيها غلط. السؤال الخامس اوجد الناتج. طيب لدى تاجر واحد و تلتمية وخمسين من الف كيلو جروم من الفكرة. يعني كيلو تلتمية وخمسين. وزعها على ثلاث سيارات. اوجد ما تحمله كل سيارة. طيب. طبعا احنا اخدنا القسمة. اخدنا القسمة. ازاي اقسم ديت? وازاي احلها? ازاي? لازم اطلع من ده. واجب لك الصبورة عشان بسم الله الرحمن الرحيم. بص معاك. فبقول لي التاجر عنده كام? عنده? الف. علامة. تلتمية. وخمسين. تمام? عايز يوزحها على كام? ثلاث سيارات. تمام? عايز يوزحها على ثلاث سيارات. لازم اعمل مخطط ده. اللي انت عارفه. اهو. ادي ده اسمه ليه? المقسوم. وده المقسوم عليه. هيوزحها على كام? ثلاث سيارات. اخدنا القسمة مطولة قبل كده. تمام? سوك من علامة خاص. كأن علامة مش ايه? مش موجودة. تمام? طيب. امسح عشان مش ايه? شيل الاعلامة الاعلامة العشرية خاصة. تمام? طيب. الاعلامة الفاصلة يعني. فين الاعلام برضو? برضو الاستلاستيكة شغالة. بطران هنا. بانجبها تيني. بسم الله الرحمة الرحمة. اهو. طيب بقسمها ازاي ده يا جماعة? تمام? بقسم ده على ده. بعمل ايه? باخد اول رقمي من هنا. ليه? لان لو اسمت الواحد على تلاتة مش هينفع. يبقى هنا ايه? هاخد تلاتاشر. ايه اللي اضربه في تلاتة? يديني تلاتاشر? ما فيش. ما فيش حاجة. اضربها في تلاتة يديني تلاتاشر. تمام? طيب. ما الايه? هنزل تحت. اتناشر. طيب. ايه اللي اضربه في تلاتة يديني اتناشر? اربعة. يبقى حط الاربعة هنا فوق. ركز معي. ها? بقى كده هعمل ايه? هاضرب الاربعة دي? في تلاتة. قواعد بتاعت القسمة هاته. اضرب اضرح. احنا قسمنا. اللي هو اتناشر على التلاتة في ال اتناشر يميز التلاتاشر. مش عندنا رقم اضربه في تلات ستناشر. ما زلت تحت خطوة. اتناشر على التلاتة في هالكام الاربعة. بعد ما قسمت اضرب اربعة في تلاتة دي. دي كده هاضرحهم في بعض. هادين كام اتناشر. هكتب الاطناشر تحت ايه? تحت. ال التلاتاشر. تمام? واكامل بصفارة. حط هنا صفر. وحط هنا صفر. ها? احنا قلنا ايه? اقسم اضرب. اخر الخطوة هي ايه? اطرح. هحط كده واطرح. صفر من صفر. صفر. خمسة من صفر. خمسة. تلاتة من اتنين واحد. طبعا واحد من واحد صفر مكتبوش. طيب. نرجع تاني. الخطوة اللي عملتها فوق هرجع عاملها تاني. هياخدوا الخمستاشر دي. واقول خمستاشر على التلاتة دي. في هالكام? في هالخمسة ايوة. عندنا حاجة اضربها في تلاتة دينا خمستاشر. خمستاشر على التلاتة في هالكام? في هالخمسة. اسمت اضرب. خمسة في تلاتة بكام? بخمستاشر. واكمل بصفر من عندي. طبعا مية وخمسين وقصة مية وخمسين. هقول له صفر. 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 يبقى الناتج كام? خمسة واربعين. اهي. والباقي صفر. فش باقي. تمام? نرجع تاني اليمين? ليه? المسألة بتاعتنا عشان تبقى وضحت. يبقى الف تلاتة وخمسين على تلاتة. هتعمل مسألة زي منها عملتها بالزبط وهنا هو عاملك نسودة. لازم تمشي بالخطوات دي. تمام? تمام? هنا بتقول له عايزة تأكد لو دربت الخمسة واربعين. في تلاتة هديك مية وخمسين مية الف تلاتة وخمسين يبقى انت حلك ايه? يبقى انت حلك صح. تمام? ده الورقة دي. نطلع من دي وندخل على الورقة اللي بعدها القسمة سهلة جدا جدا. انت بس محتاج تشغل الموضوع. طيب. بعد كده. ان شاء الله قلت تاني واربع وخامس وعاشر لو اتقنت المراجعة دي ان شاء الله مش تحتاج اي حاجة. لان هي مغطية المنهج ايه? اللي احنا اخدنا كله. طيب. في الكسر خمسة على ستة. المقام هو رقم خمسة? غلط طبعا. المقام تحت والبسط فوق. فمش مستهلة طبعا شرح. طيب. هنا بقول لي تمانية على تمانية. اكبر من تلاتة تلاتة لأ اي عدد على نفسه بدينا واحد صحيح وواحد صحيح يبقى يساوي بقى رقم يبقى الحل ده غلط. بعد كده بقول لي اتنين في ستة زائل تلاتة خمسة واشر. احنا قلنا ايه? نضرب الاول اتنين في ستة باتناشر وتلاتة خمسة واشر بقى حله صح. تمام? شعنين ضيع وقت فين? في اسئلة السهل. كل ما يأتي كسر واحدة ما يعد. اللي جادة كل كسور ما عدد. مين هنا? مين هنا اللي مش كسر? طيب. الخمس? كسر? والنص. كسر? واحدة. والتسع? كسر واحدة. الاتنين على سبعة هي اللي مش ايه? اللي مش كسر واحدة. كسر واحدة يعني البسط بتاعه ايه? البسط بتاعه واحد. خمس ربع تسع عشر سدس. يبقى الاتنين على سبعة هي مش ايه? مش كسر واحدة. تركز على نفسك. تركز مع معي. واحدة اربطها كلمة ايه? واحد. اللي هي الخمس السبعة. اتنين على سبعة بقى خمسة على سبعة ده مش ايه? مش كسر واحد. طيب. بقول لي خمسة على خمسة في تلاتة على تلاتة. اضرابها ازاي? عادي جدا جدا جدا. الخمسة في تلاتة بخمستاشر حكي بخمستاشر تحت. والخمسة في تلاتة بكم? بخمستاشر جبها خمستاشر على خمستاشر فيها الكام? فيها الواحد. ساوي كام? تساوي واحد. تمام? سهلة جدا. البسط في البسط والمقام في المقام. دي غير الايه? غير الجامعة والطرح. الطرح بناخد واحد بس. طيب. هنا بقى. مسألة دي. بقولي تلاتة وعشرين على الخمسة يساوى اربعة. والباقي كام? هقول له تلاتة وعشرين على الخمسة. طيب تلاتة وعشرين بتقبل القسمة على الخمسة? لا. هنزل تحت. اتنين وعشرين بتقبل الخمسة على الخمسة? لا. طيب واحد وعشرين بتقبل القسمة على الخمسة? لا. طيب عشرين بتقبل القسمة على الخمسة? اه. طيب اعرف تلاتة. تلاتة وعشرين. اين وعشرين وواحد وعشرين لما سلطل ايه? يبقى اتساو اربعة والبخي كام تلاتة. طيب صح صح ضع علامة صح او خطأ. طيب هنا بقول لي او اكبر من او اصغر من. لما يكون عندك اطرافين زي كده ما تحطش العلامة الا ما تخلص ده الاول. وتخلص ده الاول. يعني هتعمل ايه? يعني هتجيب الامك وتضرب دي. تمام? وهتجيب الامك وتقسم ايه? وتقسم دي. طبعا محتاج من ده عايز هي مش بره. او تحل في ظهر الورقة عشان توسط صح. ما ينفعش تحل في اه 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 من دماغك. تمام? طب انا نحلها هنا. طبعا انت عارف تحل ازاي? مية خمسة وعشرين في خمسة. طبعا نحلها مع بعض هنا عشان لو هي مش وصلك. بسم الله الرحمن الرحيم. مية خمسة وعشرين. طيب كده هنا مية خمسة وعشرين في خمسة. ومية خمسة وعشرين على خمسة. طب كتبتيهم عشان كيهم بس طبعا نجيب بقى ايه? الويد بورد دي. ونمسح ده كله. كم اول مسألة كم? مية كم? مية خمسة وعشرين. لازم تعمل كده. في خمسة. بنحل المسألة دي ازاي بقى? بص معا كده. ها? الخمسة في خمسة بخمسة وعشرين. هكتب خمسة. ومعايا الايه? الاتنين. تمام? بحلها زي كهو بالزبط. خمسة في خمسة بعد كده الايه? الاتنين. في خمسة بكام? بعشرة. حط العشرة لا. ما تنساش الاتنين. عشرة واتنين. اتناشر. اتنين. ومعنا الواحد. هاشتبقى الاتنين دي خلاص. الواحد ده. في الخمسة دي بخمسة واحد ست. يبقى الناتج هنا ستمية خمسة وعشرين. طيب. المسألة القسمة كامة هنا? مية خمسة وعشرين على خمسة. هنحلها بالطريقة اللي احنا ايه? لسه حلناها دلوقتي. ها? الاتناشر دي. ايه لا دراوة في خمسة? يديني اتناشر مفيش. احداشر مفيش. عشرة اه. اللي اضربه في خمسة يديني عشرة لاتنين. تمام? وهارجع اقول لاتنين في خمسة بيعشرة. اكتب هنا عشرة. وحط صفر من عندي. قسمت وضربت اطرح. خمسة من صفر. خمسة. اتنين من صفر اتنين. تمام? والواحد من واحد ما كتبوش. دي كام? خمسة وعشرين. اللي اضربه في خمسة دي يديني خمسة وعشرين اكيد الايه? الخمسة. هكتبها فوق هنا. وقلوا الخمسة دي. الخمسة دي. بخمسة وايه? وعشرين. بعد كده ضربت. هروح عامل ايه? اطرح. صفر. وايه? وصفر. تمام? يبقى نتج كام? خمسة وعشرين. والنتج هنا كام? ستمية. خمسة. وعشرين. يبقى مين اللي كبير? هرجع تاني هنا. واقول له. عملية الضرب هي اللي ايه? الضرب هي اللي اكبر. تمام? اقول لك بقى على حاجة تانية. تمام? لو المسألة متشابهة زي كده انت معك مية خمسة وعشرين. عادة اضربها في خمسة. يعني الرقم هيضاعف. ولا اوزع مية خمسة وعشرين على خمسة. اللي هتكون اكتر اكيد الضرب هو اللي هيكون ايه? اكتر. بس انا حاولت حلها قدامك عشان لو وجدت لك مسألة مختلفة عندي. طيب. هنا بقول لي خمسة على اتناشر اكبر ولا خمسة على تمانية? البسط متساوي يبقى اللي اتناشر يبقى التمانية هي اللي ايه? الاكبر. يبقى العادل الصغير هو اللي اكبر. طيب. ثلاثة اخماس ولا تلاتة اربع? طيب. تلاتة اخماس لازم لازم تكتبها تلاتة اخماس. تلاتة على خمسة. طيب. تلاتة فوق تلاتة تحت. يبقى مين الاخبار للخمسة والا اربعة. لا البسط متساوي بقى الاربعة هي اللي يبقى الاخبار. طيب. هنا بقول لي الواحد اكبر ولا الخمسة على سبعة? طبعا نفس الحكاية. قلت لك قبل كده ما تحلش ما تقارنش اللي ما تحل. ها? الحل دي الاول. دي هاخد منهم سبعة المقام سبعة وخمسة على خمسة واتنين سبعة. سبعة على سبعة في هالكام الواحد واحد واحد يبقى يوثيب. يبقى ما تحلش الا لما تخلص الطرفية. اللي بعد كده. صدقني المراجعة ديت كافية جدا جدا. مش محتاج اي حاجة بعدها. واريت لو فايدك شير وفيد غيرك عشان آآ آآ فيها سكر جدا جدا محتاسة. بمعنى الكلمة. طيب. هنا بقول لي خمسة على ستة تساوي عشر على اتنين. اسمها بقى الكسور المتكافئة. يعني اللي هنا غير اللي هنا. بس في الاخر الكسور قد بعض. بس تعالي نشوف الاول كاسة ده متكافئة ولا? خمسة على ست. طيب. احنا عايزين نبصها ده. يعني ايه نبصت ده? يعني آآ نخليه بشكل ابسط عشان نشوف ادي بعض ولا لا. طيب هنعمل ايه? الخمسة دي عمل فيها ايه? ضربها في اتنين عشان تبقى ايه? عشرة. والستة ضربها في اتنين عشان تبقى اتناشر. تعال انبسط لو قلت عشرة على الاتنين حيدي لي خمسة. هكتب هنا خمسة بس الان مش شغال ايه. تمام? واتناشرة على الاتنين فيها الستة. فعلا خمسة على ستة بتساوي خمسة على ستة انت صح. مع ان الكسور مش شبه بعض. دي كسور متكافئة. الكسر تلاتة على اتناشرة كسر غير حقيقي. تاني الكسر الحقيقي هو اللي باسته اصغر من مقامه. والكسر غير حقيقي هو اللي باسته اكبر من مقامه. ده ايه? ده باسته اقل يبقى ده كسر حقيقي بقى اقول له غلط. انت غلطان. طيب. ستة على عشرة بتساوي الاتنين على تلاتة تعني اختصر. الاتنين بقسم على ايه? على اتنين. ستة. على الاتنين فيها ايه? التلاتة. وعشر على الاتنين فيها الايه? الخمسة? هقول له مش قدي بعض خالص غلط. تمام? اختر اي مما يلي كسرا غير حقيقي. مستر ريسة قال لنا ايه? الكسر جاي في الانتحان. الكسر الحقيقي اللي بسته اكبر اقل من المقام. طيب ده بسته اقل من مقامه. فده ده حقيقي. ده بسته اقل من مقامه. ده حقيقي. ده بسته اكبر من مقامه. ده غير حقيقي. خمسة على اربعة. ده بسته اقل من مقامه. ده حقيقي. يبقى البست الكسر. اللي بسته اكبر يبقى ده غير حقيقي. تمام? ركز معشان جاي في الانتحان. طيب خمسة زائد عشرة على اتنين. برضو دي جاية. هعمل ايه? هقسم الاول عشرة على اتنين فيها الخامسة? الخمسة وخمسة عشرة. يبقى هكتب هنا ايه? عشرة. بعد كده خمسة زائد خمسة نقل السبعة. انا الاولوية المين? الاولوية للجمع. خمسة وخمسة عشرة. مع السبعة ثلاثة. يبقى لعيجابة ايه? تلاتة. لماذا مثل ما شative تعترح اصلا خمسة نقل السبعة? يبقى الاولوية للجمع. يبقى المسألة اللي احنا شوفناها قبل كده فعلا كانت غلط. هجمع وبعا كده هطلح. السؤل الثالث. القسمة. طيب اعملها ازاي دي بقى? بص كده. انت هنا عندك اربعة في كام? في عشر. بكام باربعين. طيب والاربعة في اتنين بتمانية. يبقى المقسوم عليه هو كام? هو او المقسوم هو تمانية واربعين. جبتها ازاي مستر تاني? اقول لك اوه. الاربعة في عشرة. اصغر بس عشان اجيب الالم. مش هينفقر كده. بص معي. نجيب الالم عشان ايه? حل قدامك. بص معي يا سيدي. بص كده. هنا اربعة في كام? في عشر. هقول له كام? اربعين. وهنا الاربعة في الاتنين. اربعة في اتنين بتمانية. هقول له زائد تمانية. يبقى ده اسمه المقسوم عليه. هحطه كده هنا. تمانية واربعين. طيب هو يستر لسه هو عايز يكمل المسألة. ماشي? حط على. طيب. المقسوم هيجيبه منين? المقسوم اهو. الاربعة دي. لان اعمل اقسم عليهم. تمام? حطه هنا. يساوي. هجيب النتج منين? اهو. عندك عشرة هي. واتنين. اجمعه مع بعض يبقى كام اتناشر? يبقى المسألة كده هقول له تمانية واربعين على تمانية واربعين. على الاربعة هيدي لي اتناشر. تمام? اتأكد حل صح ولا غلط ازاي? اضرب الاربعة في اتناشر وتمانية واربعين يبقى انا حل صح. بجيبها ازاي تاني? اربعة هي? في عشرة باربعين. واربعة في اتنين بتانية واربعين. وارجع اجمع بعد كده الدول. والاربعة دي هي المقسوم ايه? عليه. نروح لنعمل وبعدين نروح لزوم بتاعتنا عشان نبقى من قلب الحدث. تمام? خلاص عرفنا? ازاي? عرفنا ازاي? ده اربعة في عشرة باربعين. واربعة في اتنين بتانية تمانية واربعين. دي كل اهل المساطين اللي جوه ده ده المقسوم. وبعدين ده اربعة المقسوم عليه. والاتناشر دي هي نتج الايه? القسمة. بسم الله. رحمن الرحيم. يا رب يكون الشرح بسيط ولزيز عشان نسهل عليه. اكمل بقول لي حل المسألة دي. سبعة واتنين على سبعة سبعة واتنين على سبعة نقص اتين واربعة على سبعة. طبعا انت حضرتك هتروح جري تعمل ايه? هتقول اه سبعة نقص اتنين خمسة والسبعة دي هاخد منها واحد واتنين نقص اربعة اتنين. تمام? تعاني حطها بر على 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 عشان تبقى تيبيها هنا عشان ايه? سبعة واتنين سرعة بس سبعة واتنين على سبعة. نقص اتنين واربعة على سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز مع عشان ايه? قولي كده نعملها كدير الاول. سبعة واتنين على سبعة مقص اتنين واربعة على سبعة. طبعا انت هتعمل ايه? هتقول سبعة نقص اتنين خمسة وسبعة هاخد منها واحدة. لا. طبعا انت عندك هنا البسط بتاع الرقم الكسر ده اقل من اربعة. ما ينفعش ايه? ما ينفعش اطرح. هتعمل ايه بقى? بقى انا محتاج اخلي البسط ده يكون اكبر من البسط ده عشان اطرح. تمام? هعمل ايه? هاخد هعمل خطوطين. اول خطوة السبعة دي هاخد منها واحد صحيح. هاخد منها واحد صحيح. واعمله ايه? هم? الواحد صحيح هيبقى عبارة عن ايه? هيبقى عبارة عن سبعة على سبعة. ركز معي. تمام? ودي كم? اتنين على سبعة. هقوله زائد. اتنين على سبعة. المسألة بتحليف خطوطين. هعمل ايه بقى? حجمع. سبعة وسبعة هاخد منهم سبعة واحدة. اهي? وبعدين اتنين وسبعة تسعة. خلاص? يبقى انا كده خليت البسط ايه? اكبر من البسط ده. طيب. السبعة دي اخدت منها ايه? واحد. بقيت كام? ستة. ركز معي. بقيت بالكاستر بشكل جديد. ستة وتسعة على سبعة. ستة وتسعة على سبعة. وبعدين اجيب الايه? الرقم ده. هنا. اقول له ناقص. اتنين. واربعة. على سبعة. هو انت يا مستر انت بتاع رياضة ولا بتاع انجليزية ولا بتاع ايه بصوا جماعة. انا مش لازم اطلع اطلع وقول لك انا واخد ايه واخد ايه واخد ايه واخد ايه واخد ايه واخد ايه. تمام? مش لازم اقول لك ده كله. او ركز شهات اللي انا واخدها هو الكرشات اللي انا واخدها عشان اه اه اه. يعني انت ايه واخد رضياته واخد علوم ودراساته واخد. برضو مش خد مني المعلومة فلما السلوب سهل وبسيط خد مني المعلومة تمام مش لازم اقول لك انا كنت شغال منها جديم وبعد المنها الجديد ما 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 نزل بنتي هنكت اول سنة اتطبع عليها فنزرت نفسي للموضوع ده وطبعا طورت من نفسي واخدت ايه وايه وايه عشان اوصل للمرحلة دي عشان ما تحتاجش لحد لان انا عارف كنت عارف المنها يبقى صعبة جدا 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 وهي ما بتفهمش غير مني تمام فالموضوع ده عشان هنا في الاول وفي الاخر في الاخر او عشان بناتي يعني عند الاتنين والليجين بعد كمان كلهم هيبقى منها الجديد عشان الدنيا كلها بتقول بساطة في الشرح فانعارف بناتي مش هيوصل لهم الحل الا من عن طبيعي فانت كل تلازم المي بكل الايه الموضوع فانت ما تقولش بقى انت انت واخد ايه ومش ايه طيب يسوي ايه بقى اطرح بقى ستة نقص اتنين اربعة كده هطرح عادي جدا جدا هكتب هنا اربعة وبعدين هنا سبعة وهنا سبعة هاخد منيهم سبعة واحد ده وبعدين تسعة نقص اربعة البست مع البست هدين ايه خمسه يبقى الناتج كم اربعة وخمسه على سبعة يبقى المسألة دي بتحل في خطوطين تمام ايه هي الخطوة الاولى لو هنا البست اكبر كنت رح تى على طول لكن انا هنا ايه worst contain لازم اخلي البست ده اكبر البست ده هعمل ايه هاخد واحد من هنا وافكه ولازم اخلي بسته سبعة ليه سبعة عشان اجمعه مع ده تمام دي خطوة اولى خدنا واحد نفكناه تمام وبعد كده جمعتهم على بعض وبعد كده ده هيتغير شكله خدنا واحد من السبعة بقت ستة يبقى ستة هيه والنتاج جيدة هو هتراحوا من ايه من الرقم ده يا ريت ايه لو مفيش حاجة في حاجة مش واضحة قلولي بعد اذنكم عشان في التعليقات عشان اه اوضح اكتر طبعا يبقى هنا هكتب ايه هكتب اربعة وخمسة على سبعة زي ما حلناها مع بعض طيب هنا بقول لي اكتب على صورة عدد كسري اكتب على صورة عدد كسري طبعا احنا عندنا حاجة اسمها عدد كسري كسري وكسر عدد كسري زي ما انت شايف كده فوق كده زي ده عدد كسري الاتنين دي عدد والاربعة على سبعة ايه كسر تمام هو هنا ايه ده عدد ده كسر غير حقيقي ده اسمه ايه كسر غير حقيقي ليه كسر غير حقيقي عشان البسط اكبر من المقاب طيب انا عايز احاوله ايه عدد كسري اتراح في انا هعمل ايه ها خمسة على خمسة فيها لو واحدة هم هم هزرب التلاتة في خمسة هو ستوشة زادت تلاتة لبقى ستوشة طيب بصوا بقى مام صح جدا بصوا احنا بنعمل ايه لما نيجي هاجي هنا كده اجيب اللي بتاع تاني ايه 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 بص كده هي المسألة بتقول لي ايه بتقول لي خمستاشر تمنتاشر على ثلاثة ده اسمه ايه على خمسة طيب خليها هنا فوق او خليها على خمسة هي على خمسة المسألة على خمسة تمام 18 على خمسة طيب هي 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 اه اه ده اسمه ايه اسمه كسر غير حقيقي طب احنا اصلا بنحول العدد الكسري الى كسر ازاي بصوا كده لو عندي مثلا خمسة 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 و اه واحد على مثلا ثلاثة بقول لي حول لي ده لكسر غير حقيقي زي ده بعمل ايه بقول بضرب ايده في رجله زي ادراسه ايده اللي هي الخمسة بضربها في رجله ثلاثة زي ادراسه واحد خمسة في تلاتة بكام خمستاشر واحد ها ستاشر على ثلاثة صح من هنا من خطوة دي هحل دي يبقى انا عايز ايه انا عايز رقم اضربه في خمسة واجمع عليه كام يديني تلاتة يديني تمنتاشر تعال انجرب لو حطنا تلاتة في خمسة خمستاشر وجمعت عليها تلاتة يبقى تمنتاشر يبقى انا هفضل اجرب لما اشوف حلي يوصل ازاي تاني انا احنا بنحاول ازاي بنقول ايده الخمسة ايده في رجله زي ادراسه فانا عايز ده حاجة اضرب اضربها في خمسة تمام واجمع عليها كام عشان دي تمنتاشر يبقى انا التلاتة في خمسة بجرب اتنين في خمسة بعشرة لا مش جاية تلاتة في خمسة بكام بخمستاشر وتلاتة كام تمنتاشر على كام على خمسة عرفنا بحلها ازاي عشان مهمة جدا هو هي جاية اختياري بس انت عشان تحلها لازم تحلها في وراء خارجية خلاص يبقى اتساوي كام هتساوي تلاتة وخمسة وتلاتة على خمسة ليه تلاتة خمسة خمسة وتلاتة كام تمنتاشر طايل خمسة على السابعة بقولي ده عائد كسري ولا عائد حقيقي ولا كسري حقيقي ولا كسري حقيقي طبعا احنا قلنا اللي البسطه اكبر يبقى ده كسري غير حقيقي يبقى اول واحدة كسري حقيقي طايل خمسة وسبع ده ايه ده عدد وكسر يبقى اسمه عدد كسري فين عدد خمسة عدد صحيح يبقى اسمه عدد كسري طيب اربعة على خمسة ده كسري حقيقي ليه لان بسطه اصغر من مقامه طيب السؤال السادس اوجد الناتج يملك تاجر اتناش واحد ومتين ستة وستين كيلو جرام نفاكها باعها بتساوي على ستة ايام كم كيلو ادي القسمة هي هتعمل ايه هتعمل قسمة مطولة زي ما هي تمام هتقسم ده على ده حلها معاك ولا ايه حلها الف متين ستة وستين على ستة الف متين ستة وستين على ستة طيب ايه اللي اضربه هاخد ده هقسم ده على ده اتناشر على الستة طبعا دي بتقبل قسم على طول فمش محتاج لفه دوران اتناشر على الستة في هالكام الاتنين هارجع اسمت هضرب اتنين في ستة بكام باتناشر احنا قلنا ايه اقسم اضرب حط هنا صفر من عندي ننساش الصفر ده عشان وبعدين اطرح احنا اسمنا اتناشر على ستة في الاتنين بعدين ضربنا اتنين في ستة بكام باتناشر اطرح ستة من صفر ستة ستة من صفر ستة واتناشر من اتناشر صفر تمام ما اكتبش طبعا طيب هنا رقم جديد اهو ستة وستين على كام على الستة طبعا اقول ستة على الستة في هالواحد وستة على الستة في هالواحد او ستة وستين على الستة في هالواحد او ستة وستين على الستة في هالواحد الاحد واشر. هاخد الاحد واضربها بستة بكام? بستة بستين. ضربنا بعد كده هطرح صفر صفر يبقى الناتج كام? هقول له متين وحد واشر. ما فيش بقى يبقى ايه? الناتج متين وحد واشر سهلة جدا انت مطلوب منك طبعا تكون عارف جدول الضرب ومركز على قسمة كويس جدا جدا. نرجع لمسألتنا. يبقى ساوي متين واحد واشر. تمام? المسأل السؤال اللي بعد كده. طيب. هنا نعمل زوم. بيقول لي. ها? اجمع طبعا دي مش محتاج منك ان انت تقلق زي مسألة اللي فاتت. ليه? لان البسط لان ده جمع. ها? هتعمل ايه? اربعة وواحد حطي خمسة. وبعدين السبعة دي هاخد منها واحد. وخمسة واتنين سبعة. يبقى خمسة وسبعة على سبعة. طبعا سبعة على سبعة مش هتسيبها كده. هتعملها ايه? هتسوي واحد يبقى خمسة وواحد كام? ستة. يبقى تسوي كام? ستة. اركز معايا تاني. ها? ليه مش حاولنا زي التانية اللي اني ده جمع. ها? هاجمع الاربعة مع الواحد خمسة. صح? وخمسة على سبعة. واتنين على سبعة هتبقى سبعة على سبعة. سبعة سبعة في هالكام في هالواحد. واحد وخمسة ستة هيبقى عاد صحيح ستة. طيب هنا بقول لي اكتب على صورة كسر غير حقيقي. ها? فاكر ازاي يحول عاد كسري لكسر غير حقيقي. بعمل ايه? بضرب ايده في رجله زائد راسه. ايده ايدنا في الجنب ايه? هو العادل الحقيقي ده? صحيح ده ايده. رجله بتبقى تحت. التلاتة. راسه اللي فوق. ها? هدرب خمسة في تلاتة بخمستاشر زائد زائد اتنين. يبقى سبعتاشر على كام? على التلاتة. البسط اللي فضي زي ما هو. يبقى الكسر ده هيكون سبعتاشر على التلاتة. وده كسر غير حقيقي. اه. لانه بسطه اكبر من مقام. تاني يا مستر كده. ها? ايده في رجله زائد راسه. خمسة في تلاتة زائد اتنين. ايده في رجله زائد راسه. عشان ما تلاخبطش. تمام? بعد كده وصل. بقول لي سبعة على خمسة. تمام? مالها? بقول لي. اه. بقول لي وصل ولا صح ولا غلطة. اه. سبعة على خمسة. بتساوي ايه هنا? خمسة على عشرة طبعا لا. هنا بتساوي تلاتة على خمسة زائد واحد على خمسة. ده طبعا ليه? لان الجماعة ده يكون اربعة على خمسة. امال ايه? هتساوي واحد اتنين على خمسة. ازاي يا مستر تساوي واحد اتنين على خمسة? لسه ايه لك دلوقت اهو? تعالي نحولها لكسر. واحد في خمسة بخمسة. زائد اتنين سبعة على كام على خمسة دي حوصلها ب? طيب. نص بتساوي ايه? بتساوي خمسة على عشر. له? لو اختصرت care 5 على الخمسة فالواحد. والعشر على الخمسة فالاتنين هتبقى نص. نص هوصلها بنص. دي تبسيط الكسور. بعد كده خمسة الاربعة. اربعة على خمسة بتساوي كام تلاتة على خمسة زائد خمس. ليه? هجمع حق بتلاتة channels في المقام. والتلاتة وواحد اربعة على خمسة يبقى كده احنا صح. طيب. قسم باسم قطعة شكولاتة الى اربع اجزائي. واكل منها قطعتين. وقسم سامح قطعة من نفس النوم الى ست قطعة. واكل منها تلات قطعة. ونفهم مما سبق. باسم اكل كمية كبيرة من الشيكولاتة من سامح? ولا سامح اكل كمية كبيرة من باسم? ولا ما اكله باسم? يساوي ما اكله سامح. طبعا انت ما تسرعش ركز معان. باسم قطع شكولاتة الى اربع اجزائي. تمام? قسم واحد على ربع يبقى كل واحد ربع 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 وأكل منها قطعتين يبقى أكل إيه نصها تمام وقسم سامح قطعة من نفس النوع يعني نفس الواحد الصحيح ده هقسمه على كام على ست يبقى ستس وستس 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 أكل منها كام تلات قطع يعني أكل نص إيه اللي هو عمله يبقى نفهم من كده إيه اللي أكله باسم قد اللي أكله مين سامح ازاي مثل دمعة اربعة ودمعة ستة ما هو الاتنين معهم واحد صحيح قطعة الشوكولاتة هنا واحد وقطعة الشوكولاتة هنا واحد تمام ده قسمها مش عايزة كلها كلها في مرة واحد قسم او قسم ربع وربع وربع قسمها اربع اربع ركز معي وكلم انهم كام اتنين يعني كلم كام اكل النص لكن التاني معا ايه واحد صحيح قسموا الايه ست قطع ستس وستس 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 لكن هو اكل ايه اكل ثلاثة منهم يعني اكل النص برضو. في الاخر ان ده اكل نص القطعة وده اكل نص القطعة وهم اصل معهم قطعتين متساويتين يبقى الكمية ايه متساوية. ندخل بعد كده على تركز عشان الحل مهم جدا او التركيز في مسائل الكلامية دي بالذات مهم جدا جدا جدا. ناخد اول مسألة دي محتاجة مننا حل شوية. هنا بقولي ستة ماقص واحد على خمسة. حضرتك هتعمل هتطلع جري. وتقول ايه? وتقول ستة ماقص واحد خمسة. والخمسة ينزل. لا طبعا. دايما في الطرح او الجامع او او ما ينفعش يكون الطرفين مش نفس الكمية. يعني ايه? يعني بقولي مثلا واحد متر اطراحه من مية سنتي. او خمسين سنتي. ما ينفعش اطرح السنتي من متر. لازم احول السنتي لمتر او المتر لسنتي. عشان يكون ايه? الطرفين المتساوية. طيب الستة دي انا محتاج اخليها ايه? كسر. عشان اطرح كسر من كسر. او عشان اخليها عدد صحيح وايه? وكسر. هعمل ايه? محتاج اعمل الستة كسر. هنطلع من هنا ونروح فين? على الوايت بورد عشان نشرح بالتفصيل. المسألة هي. ستة. ماقص كامي هنا? واحد وخمسة. طبعا انت هتقول ايه? هم? الحل الغلط ايه? هتسرع وتقول اه ستة من واحد خمسة. صح? والخمسة ينزل. طبعا غلط كبير جدا جدا جدا. تمام? هقول له غلط. اما لا اعمل ايه? الستة دي لازم اخليها كسر عشان اطرح كسر من كسر. طيب. الستة دي انا محتاج مني شوية مجهود. عايز اعملها كسر. تمام? وعدد صحيح. عشان برضو هنا حاجة صحيح. وبس في الاخر لما الكسر وعدد صحيح دول اقسمهم على بعض يديني ستة. هعمل ايه? انا هنا ده ايه? مقامه خمسة. يبقى انا كده سهلها هو علي. لازم اعمل كسر يكون مقامه ايه? خمسة. لانحنا مرعفش نجمع ولا نطرح. اللي ما تكون المقاموات متسوق. يبقى انا هنا محتاج كسر بسطه مقامه خمسة. طب اعمل ايه بقى? يبقى انا كده هركز. هقول ايه العدد الصحيح? اللي احطه هنا. ركز معايا. واضربه في خمسة. تمام? واجمع عليه البسط. تمام? يديلي في الاخر الستة دي. هي يحتاج لفها منك شوية. يعني هعمل ايه? بص معاكد. هقول ايه? هقول هنا خمسة. خمسة مثلا بخمسة وعشرين. خمسة وعشرين لو جامعتها على خمسة. هيدنين تلاتين. صح? تلاتين على خمسة في هركز ستة. يبقى انا كده ايه? عملت كسر وايه? وايه? ما اخلتش بالرقم. يعني ايه? بص معاكد. انا كده حولت الستة الى عدد صحيح وكسر. جبتها ازاي يا مستر? انا هنا انا مرتبط بخمسة هنا. في خمسة ايه? هنا. تمام? فلازم اعمل الخمسة دي العدد ده مقامه ايه? خمسة. تمام? طيب. الخمسة دي انا محتاج اضربها في رقم صحيح. واجمع عليها رقم تمان يديني مين? بافضل اجرب لما اوصل. اقول خمسة بخمسة بخمسة وعشرين. خمسة وعشرين على زائد خمسة تلاتين. لو اصلت تلاتمئة على الخمسة هي ديني ستة. يبقى انا كده حولت ده لعدد كسري وعدد صحيح. وما اخلتش بمين? اكمل طرح بقى واحد وايه? وخمس. الطرح بقى عادي جدا جدا. انت بقى الوقت عندك الطرفين متسويين. عدد صحيح ما عدد صحيح. خمسة نقص واحد. اربعة. والمقامات دي هاخد منهم واحد. واحد. خمسة والخمسة هاخد من ها واحد. لازم يكون المقام متوحد. وخمسة مقص واحد. البسط. هيديني كام? اربعة. يبقى الناتج بتاعي. اربعة. واربعة اخميس. عرفت بحول على الصحيح الكسر ازاي? مرتبط هنا بكسر. لازم يكون ايه? يكون زي. نعمل ونطلع. هي محتاجة منك لفك شوية. لكن ان شاء الله بعد الشرح ده. اكيد انت سهلا جدا جدا. تمام? نكمل. تلاتة واثنين عشر. اكتب على صورة كسر غير حقيقي. كسر غير حقيقي. هرفع الكسر. هحول ده. هقول ايدو فرجلو زيادو. تلاتة فعشرة تلاتين. تلاتين واثنين اتنين وتلاتين على كام? على عشرة. طيب. هنا بقول لي سبعة على خمسة. وصل اللي زيها هنا. سبعة على خمسة. هل دي زيها? لازم اجمع. التلاتة هياخد منهم خمسة. يبقى دي واحد 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 تلاتة على خمسة. طبعا مش زيها خالص. طيب هنا اربعة. تلاتة وواحد اربعة وخمسة يبقى اربعة على خمسة. مش زيها خالص. طيب هنا كام تحت? هم? مش باقي عند اللي ده. هرفع الكسر. واحد في خمسة بخمسة. زي اتنين سبعة. سبعة على خمسة. يبقى دي بدي. تلاتة على خمسة اللي هي دي. لان هجم على البسط تلاتة. واخد منهم واحد خمسة. اربعة على خمسة اللي هي دي. هجم على البسط على البسط واخد منهم ايه واحد طيب اشترى باسم كرة ثمنوها اتناشر جنيه واشترى خمس اقلام ثمنوها ثمن القلم ثلاثة جنيهات اكتب المعادلة طبعا ده اللي في اول ايه اللي في اول المنهك بص معاك انا عايز اعمل ايه عايز هو بقول لي اعمل معادلة وحلها كمان اشترى باسم اتناشر كرة اتناشر ثمن كرة اتناشر جنيه هقول له ادي اتناشر جنيه هيعمل واشترى يبقى زائد طبعا ما هشتري كمان يبقى زائد ها اشترى خمس اقلام قدر خمس اقلام صعبة خالص ثمن القلم تلاتة جنيه الخمس انا عايز اعرف كام يبقى خمسة في تلاتة ما هو القلم ها بتلاتة جنيه بقول لي حلق هقول له يساوي ما دي فيها ها تمام هعمل ايه الاول حضرب الاولوير الضرب خمسة في تلاتة بخمستاشر خمستاشر واتناشر يبقى سبعة وعشرين هقول له والله تمام هو دفع سبعة وعشرين ايه جنيه خمسة في تلاتة بخمستاشر واتناشر يبقى سبعة وعشرين بعمل ايه تاني اشترى اتناشر احط الاتناشر واشترى يبقى زائد ها خمسة احط الخمسة ثمن القلم تلاتة هاضرب في كام في تلاتة تمام هنعمل كلير وبعدين نقول زوم ونكمل الحل بتاعنا تمام خلاص كده يخلص الصفحة دي نتخلع على الصفحة دي بعدها تمام بقول لي اكمل دي اخر صفحة بتايلة على ما اتخذ وشيبين احنا كده اغطينا لمنها الكامل بقول لي اكمل تلاتة على خمسة تساوي نقطة على عشر المسالة دي سهلة جدا 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 وبتلخبط كتير من الناس بص معايا كده بص معايا ايه اللي بيحصل انت هتبص على الخمسة دي الخمسة دي حصل لها ايه عشان تبقى عشرة اكيد ضرب لو شوف الرقم بزيد يبقى بضرب رقم بايلي يبقى بيقسم هو عندك حليني اما يقسم اما يضرب الرقم هنا ايه زيت طب ايه اللي اضرب عمل ايه يبقى ضرب ايه اللي اضربه في خمسة يديني عشرة اتنين يبقى هنا ضرب في كام في اتنين يبقى انا هعمل زي وهضرب التلاتة في كام في اتنين يبقى هنا كام? ثلاثة في اتنين بقى كام بستة يبقى ستة على عشر. تمام? طيب. اربعة على ستة. طيب. الاربعة بقت اتنين. الرقم زاد ولا ال? الرقم ال. يبقى احنا قلنا يا اسمه يا ضرب. هنا الرقم ايه? ال. يبقى ايه? ايه اللي اسمه على اربعة يديني اتنين? اربعة على اتنين فهل اتنين. يبقى انا هقسم تحت زيها بالضبط. ستة على الاتنين فهل كام? التلاتة يبقى اتنين على ستة يساوي نقطة على اتناشر. طيب نفس الحكاية الرقم زاد ولا قال? ستة زادت. بقى اتناشر. ايه اللي اضربه في ستة دي اتناشر? اتناشر. هو ضرب تحت في اتنين. انا بستنتج النمط اللي هو مش بياه. شو نعمل زيه. يبقى انا هضرب فوق زيه في اتنين. اتنين في اتنين بكام? باربعة. طيب. نفس الحكاية. السبعة بقت اربعة عشر. الرقم زاد ولا قال? زاد. ايه اللي اضربه في سبعة دين اربعتاشر اتنين. يبقى انا هضرب فوق زي هو اتنين اتنين في اتنين باربعة يبقى اربعة على ايه? على اربعتاشر. سهلة جدا جدا. تمام? سبعة على خمسة حلناها قبل كده اللي هي واحد وخمسة على اتنين واحد في خمسة بخمسة والاتنين سبعة سبعة على خمسة. التلت بيساوي خمسة على خمستاشر. اه. ليه? لان الخمسة على الخمسة في الواحد. وخمستاشر على الخمسة في التلاتة يبقى تلت بيساوي تلت. وبعد كده هنا بيقول لي ايه بيقول لي 3 زائد 2 في 5 3 زائد 5 في 2 طبعا هضرب الاول 5 في 2 بقى 10 و3 13 يبقى ايه هوصل دي بايه بديه طيب هنا وجاي في الامتحان العنصر المحاد الضربي هو الواحد الضربي هو الواحد والجمعي هو الصفر عادي الاخماس في الواحد الصحيح 5 اخماس طب الاسداز 6 اسداز طب الارباع الارباع اربع ارباع ثلاثة ثلاثة امصي تمام رتب الكسور الاتية ترتيبا تصاعديا من الاصغر الى الاكبر من الاصغر عشان اجيب الالم عشان ارتبهم مع بعض عشان تالي دي اخر مسألة بص معاك ارتب الكسور الاتية ترتيبا تصاعديا من الاصغر طيب من الاصغر الى اكبر طبعا عشان عشان ارتب الكسور لازم يكون المقام كل واحد وهو الحمد لله مي سبت للمقام كلهم سبعة بمعنى كده ايه يبقى اللي باسته اكبر هو الاكبر هو اللي ايه من الاصغر فين اصغر واحد هنا الواحد هو اصغر باست هنا يبقى هقول له هبدأ بالواحد على السبعة تمام اشطب عليه حشان ماخدوش تالي بعدين الستة ولا التلاتة ولا الارباعة لقد طبعا التلاتة يبقى هقول له ما Th Curlyнок تلاتة على سبعة طيب بعد كده الستة ولا اربعة لا الاربعة واقول له بعد كده اربعة على سبعة رقم تلاتة بعد كده ستة على سبعة اقول له ايه ستة على سبعة تمام خلاص ده ترتيب التصوير لو تنازولي هبدأ من ايه هبدأ من الكبير تمام هبدأ من الكبير نعمل تمام بقى انت كده معاك كل حاجة في الامتحان المنهة بتاعك كله كامل تمام تمام بس عايزين بس ايه تفاعل عشان نكمل كده كاملين بس عشان واحد بيحس ان هو تعب ومروحش ايه خدر وما تنسلوش من دعوة وصدقوني ده لو لو تحلي كامل مش محتاجين اي حاجة من اي حد اشوفكم على خير باذن الله تعالى وشير اللي جماعة الناس محتاجة جدا جدا المحتوى ده السلام عليكم ورحمة الله هسيب لكم وصف العربي والانجلش والعلوم والدراسات تحت فين في الوصف